اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم طبيعة الانتهاكات التي تمارسها السلطات اليونانية بحق المهاجرين بعد مصرع 19 منهم مؤخرا ونتساءل ما أسباب استمرار اليونان في الإعادة القصرية للمهاجرين وخرق أبسط حقوقهم وهل تؤدي المظاهرات في آثنا ومدن أوروبية أخرى إلى تغيير في سياساتها كما نتساءل ما أسباب استمرار الاتحاد الأوروبي في الصمت أمام الانتهاكات اليونانية لحقوق المهاجرين وهل يقدم الاتحاد على الضغط على اليونان للتوقف عن سياسة الإعادة التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيوفي في الاستوديو الدكتور سمير صالحة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومن باريس باسم سالم المحامي والمستشار القانوني في قضايا الهجرة واللجوء ومن بروكسل الأخضر فراط الكاتب والباحث في الشؤون الأوروبية نتابع النقاش بعد التقرير الإنسانية تجمدت على الحدود اليونانية هذا مجنته السلطات اليونانية بتعنتها غير المبرر على 19 مهاجراً أجبرتهم قصراً على العودة لتركيا فاضطروا إلى المبيت في العراء وتجمدوا حتى الموت السلطات التركية عثرت في أوائل فبراير الجاري على جثامينهم قرب الحدود التركية اليونانية حادثة مأساوية تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات دأبت أثنى على ارتكابها بحق اللاجئين متخطية كافة القوانين الإنسانية والشرائع الدولية لم تقف المأساة عند رفض اليونان استقبل هؤلاء اللاجئين بل تعدتها إلى تجريدهم من ملابسهم وأحذيتهم والاعتداء عليهم بالضرب حادثة نددت بها تركيا فور ظهورها إلى العلن كما حملت أثنى المسؤولية عنها وبالتزامن مع ذلك دعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إذا يعادت اليونان المهاجرين قصراً وانتهاكاتها التي دفعتهم نحو الموت تستمر اليونان في ممارسة سياسة الإعادة القصرية للمهاجرين التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمسؤولية عن مصرع 19 إنساناً بريئاً جراء البرد القارس تقع على عاتق اليونان والاتحاد الأوروبي الذي يتجاهل الانتهاكات التي تتصاعد باستمرار جريمة إنسانية مأساوية نددت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية عالمية نظمت بشأنها جمعيات تركية غير حكومية وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول كما أنها لم تمر مروراً عابراً حتى في أثنى نفسها حيث تظاهر مئة اليونانيين رفضاً لمضي سلطة بلادهم في سياسة إبعاد المهاجرين قصراً فيما دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة وصفة ما جرى بالأمر المفجأ فما أسبب استمرار صمت الاتحاد الأوروبي أمام ممارسات اليونان بحق المهاجرين وهل تجبر أثناء على احترام حقوق المهاجرين بعد هذه المأساة لبرنامج ولنا وقفة نسر حمدي تي أرتي عربي أبدأ نقاش مباشرة مع ضيفي هنا في السيديو الدكتور سامير صالحة دكتور سامير في ضوء تصريحات كل من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان ووزير الخارجية مولود شاو شولو كيف نقرأ تفاصيل الموقف التركي من الممارسات اليونانية بحق المهاجرين التي أودت بحياة 19 منهم مؤخرا فضلا عن تلك التي ربما تسببت في مقتل ومصرع آخرين في وقت سابق صحيح مساء الخير لجميع أولا طبعا الآن هذه السياسة اليونانية ليست جديدة منذ سنوات واليونان تتحرك بهذا الشكل مع الأسف دون أن يكون هناك أي رادع لا قانوني ولا سياسي ولا أخلاقي من الداخل اليوناني ولا على مستوى الإقليمي والدولي أيضا مع الأسف هذه نقطة في غاية الأهمية لماذا لأننا نتحدث نحن عن ملف بشق إنساني بالدرجة الأساسية ينبغي أن يكون هناك استراتيجية واضحة في طريقة التعامل معه لكن الجديد والمفرح هذه المرة كما أنا أتابع في الأيام الأخيرة تحديدا أنه بدأنا نرى حتى لو كانت ردود الفعل ضعيفة الكثير من الردود الفعل الدولية الأممية وحتى من الداخل اليوناني بشكل واسع منظمات المجتمع الدولي اليونانية الآن بالنسبة للموقف التركي عنقرة حذرت منذ البداية ودعت أثناء دائما لتغيير طريقة التعامل مع هذا الموضوع واعتماد استراتيجية التحرك الجديدة لماذا؟ لأنه كما قلت لك هناك أزمة إنسانية فيها شق مشترك تركي يوناني في المناطق الحدودية المتداخلة هذا التنصيق مع الأسف في العلن نعم أن يونان قالت أنها جاهزة لقبول المقترحات التركية لكن في ترجمة هذا التنصيق على الأرض وجدنا أنه كانت يونان تنسحب وتتراجع وتتخلى عن الموقف التي أعلنتها في السابق الآن الملفد أكثر من ذلك والذي يزعج أنقرة وازعجها باستمرار هو الموقف الأوروبي لماذا؟ لأنه كما تعرف أنت أيضا يونان جزء من الاتحاد الأوروبي من هذه المنظومة الأوروبية وهذه المنظومة أعلنت أكثر من مرة أنها ترفض السياسة اليونانية وقالت أنها زادت حجم الدعم المادي لليونان لمعالجة مثل هذه المسائل لكن وجدنا أنه حتى المواقف الأوروبية نفسها لم تتجاوز مسألة عقد اتفاقيات بطبع سياسي ومحاولة حل المسألة بشقها السياسي فقط تجاهلت أنه فيه أزمة بطبع إنساني تحتاج إلى إذن دكتور يعني الأزمة في تماظرها الأبرز هي أزمة إنسانية وهناك مشترك بين تركيا واليونان هذه الحدود التي تمارس فيها اليونان هذه الانتهاكات صحيح إلى أي مدى تخلط اليونان بين تعاملها مع هذه الأزمة وبين علاقاتها السياسية مع أنقرة هذه هي المشكلة بحد ذاتها يعني في العام الماضي أعطيك أنا رقم قد يفاجئ المشاهد أنه فقط في العام المنصر تركيا استردت حوالي 15 ألف لاجئ طردتهم اليونان بطريقة وحشية ومخالفة لمبادئ وأسس القانون الدول الإنساني يعني الآن هذا النقطة الآن التي تركز عليها أنقرة أنه إذا كانت اليونان فعلا جاهزة لبحث هذا الملف بطريقة وبتنصيق مشترك بين البلدين عليها أن تبدأ أولا حسن النواية ربما اليونان تقول أنها تحمي أيضا مصالحها وحدودها لكن كما قلتك في بداية الحديث المسألة هنا تتجاوز موضوع المصالح وتتجاوز موضوع الشق السياسي والتركيز ينبغي والتعويل ينبغي أن يكون بدرجة أساسية على المسألة الإنسانية في الملف وهذا ما تركز عليه أنقرة وتردده دائما القيادات السياسية التركية نعم أنتقل إلى ضيفي من بروكسل الأستاذ الأخضر فرات أستاذ الأخضر بعد الحادثة حادثة مقتل المهاجرين تجمدا إثر إعادة السلطات اليونانية لهم يبرز السؤال الدوافع والأسباب الحقيقية التي تدفع اليونان لانتهاج مثل هذا السلوك مع علمها بأنه قد ينتج عنه ضحايا وقد ينتج عنه مآس إنسانية كما شاهدنا نعم شكرا على استضافها وأعتقد أننا من الواجب أن نحيي الأحرار اليونانيين الموجودين الآن في المظاهرات ضد حكومتهم وضد هذا العمل الشنيع اللا إنساني وقتل تسبب في مقتل 19 مهاجرا بهذه الطريقة البشعة والإنسانية والتي يندلها الجبين حقيقة ستبقى وصمة عار في حكومة أثينا لتعاملها لا إنساني مع المهاجرين وأعتقد أن المجتمع اليوناني أثبت أن هناك الكثير من الحركات ومن الأحزاب السياسية التي لا تقبل بهذه المعاملة السيئة وبهذا الظلم قضية المهاجرين قضية صعبة جدا ومعقدة وأعتقد أن المقاربة الموجودة لحد الآن مقاربة خاطئة من طرف الاتحاد الأوروبي ودعني أقول لك بكل موضوعية أن اليونان أيضا اشتكى كثيرا للدول الأوروبية بأنه ترك وحيدا بدون مساعدة لمواجهة هذه الأزمة ورغم هذا الموقف السياسي ولكن هذا لا يبرر ما فعلته الحكومة اليونانية من عمل لا إنساني ضد مهاجرين عزل قضية المهاجرين قضية معقدة جدا والغرب ينظر لها بمنظار أنا أعتقد أنه منظار عنصري لأنه بحاجة إلى عدد كبير من المهاجرين ولكن يريد أن يختار وكأنه في مطعم يختار الوجبة التي تعجبه أستاذ الأخضر لو تسمح لي وصمة العار حسب التعبير الذي استخدمته هل تصيب أثناء فقط أم تصيب الاتحاد الأوروبي كله يعني بعبارة أخرى مع حجم المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها أو تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي خاصة أنه يدعم أثناء عن طريق الوكالة الأوروبية لحماية الحدود نعم الاتحاد الأوروبي تحمل جزء كبير من المسؤولية لأن مقاربته لأزمة المهاجرين مقاربة خاطئة ومقاربة لا إنسانية ومقاربة يعني أقول عنصرية لأن فقط يعني أنا بعطيك مثل أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أعداد هائلة من المهاجرين لتجديد أو مواجهة ما يسمى بأزمة تقدم السيناء أو أزمة شيخوخة ولكن يريد أن يضع أجندة واضحة وأن يختار فقط الأشخاص الذين يهمونه سواء على مستوى التكوين أو على مستوى التخصص الذي يجدونه عنده ومثلا نعطيك مثل هذا الأسبوع فرنسا أخذت 1200 طبيب جسائري عندما تكون طبيب وتكون لديك مؤهلات فأنت تأخذك فرنسا أو أي دولة أوروبية التي تشتغل عندها ولكن إذا كنت إنسانا بسيطا ستجد حتفك مثل ما حدث في اليونان من هذه الحادثة الألمة التي أودت بحياة 19 مهاجرا غير شرعيا هذا هي المقاربة للأسف الشديد وهي مقاربة لا إنسانية مقاربة اقتصادية مقاربة نفعية ومقاربة عنصرية ما حجم أستاذ الأخضر ما حجم الضغط الذي ربما تشكله والاحتجاجات التي ربما تشهدها حتى العاصمة أثنى وتضغط على الحكومة لتغيير سياساتها في التفاعل والتعامل مع أزمة المهاجرين أعتقد إذا امتدت المظاهرات إلى الدول الأخرى تساند ما يحدث في اليونان سيكون لها تأثير كبير على القرار الأوروبي وأن تعاد سياغة سياسة الهجرة في داخل الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر إنسانية ولتكون أكثر تحملاً للمشاكل التي في بعض الأحيان هي التي تسببت فيها لأن لو نشرح ونرى كيف يتعامل الغرب مع البلدان التي تعرضت إلى زعزعة استقرارها فأن الغرب مسؤول بالدرجة الأولى يعني هو يتسبب في الهجرة ثم يرفضها وهذا شيء أيضاً لا أخلاقي ويجب على كل القوى الإنسانية وكل القوى التقدمية وكل القوى التي لديها ذرة من الإنسانية أن تتحد من أجل تغيير هذه النظرة وهذه السياسة اللا إنسانية نعم نتقل إليك ضيفي من باريس باسم سالم أستاذ باسم ما طبيعة المسؤولية القانونية التي تقع على اليونان في قضية مقتل المهاجرين تجمداً بعد إعادتهم قسراً إلى داخل الأراضي التركية فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي مورست بحقهم وبحق غيرهم أول شيء مساء الخير لضيوفك وبدأ بقول أن اليونان عليها مسؤولية أخلائية وعليها مسؤولية قانونية وهي ممكن تصل لإجرام ضد الإنسانية كون اليونان هي عضو في الاتحاد الأوروبي وكون الاتحاد الأوروبي هناك مفوضية تحكم هذا الاتحاد لحقوقه الإنسان واليونان لم يرتكب هذه المخالفة من جديد هناك تقارير مفوضية العامة لحقوق اللاجئين هي أدانة كل تصرفات اليونان وكان في رد كثير شديد اللهجة من اليونان من وزير الداخلية وقتها للأمم المتحدة بنفس الوقت المفوضية الأوروبية لحقوق اللاجئين وحقوق المهاجرين كمان أصدر التقارير بالدين تصرفات اليونان والهجرة الموجودة على الأرض البابا فرانسيس نفسه كان في رحلة إلى جزيرة تيسبوس آخر فترة وعلى الأراضي اليونانية اتهم الحكومة اليونانية أنه تجوع المهاجرين الموجودين على الأرض أن الظروف التي يعيشها المهاجرين على الأرض هي غير إنسانية وغير أخلائية وحتى نقل عدد من هؤلاء المهاجرين إلى الفاتيكام إلى روما بالتحديد يعني اليونان ليس بجديد ما تقوم به الآن هناك مسؤولية أخلائية الاتحاد الأوروبي يعلم أن هناك انتهاكات على الأرض لكن هناك ضغوطات دائما واتفاقات سياسية للأسف مثل ما حكوا ضيوفك قبل الاتفاءات السياسية هي لعب تحكم العلاقة بين اليونان والاتحاد الأوروبي واليونان والمجتمع الدولي يعني إذا نحن عم نحكي عن رئاسة ألمانيا السابقة للاتحاد الأوروبي كان هناك اتفاء بين اليونان وبين ألمانيا بإعادة كل من حصل على الإقامة في اليونان ثم طلب اللجوء على الأراضي الألمانية فبالتالي ألمانيا ليست صاحبة صلة أو اختصاص أو ضغط على اليونان الآن نشهد رئاسة الاتحاد الأوروبي من قبل فرنسا فرنسا كمان الرئيس ماكرون مقبل على ملف انتخابات فبالتالي هو ليس من المرحب أن يتكلم عن الهجرة وعن حقوق الإنسان وعن المهاجرين يعني السياسات الساس الأوروبيين أو الانتخابات الموجودة في أوروبا هي أقعب لليمين هذا ينطلني لو تسمح لي إلى نقطة أخرى وهي المسئولية القانونية للاتحاد الأوروبي كهيئة ولدوله منفردة عن ما يحدث على الحدود اليونانية باعتباره يؤمن لليونان الوسائل التي تعينها على ارتكاب هذه الانتهاكات سيدي هناك مسئولية قانونية دائما على دولة اليونان وعلى دولة القادمة منها وعلى الاتحاد الأوروبي نفسه نحن أمام لاجئين في أوقات كانت ضربة موجودة برد وسقيع وثلوج كان في تركيا وكان في اليونان فوجود هؤلاء 19 شخص على الأراضي اليونانية ميتين من البرد إضافة أن نحن من أيام شفنا كمان وجود جسد أطفال يعني وجدوا جسد طفل على الجزر اليونانية على إغراق وجود عصابات يونانية متطرفة تقوم بمنع هؤلاء القوارب من الوصول وإغراقهم حتى هاي كل الانتهاكات مسجلة من قبل المنظمات حتى التطعيم يعني اليونان اتعمدت أنه تأخر تطعيم 700 لاجئ موجودين على الأرض حتى المخيمات يلي عمولة الاتحاد الأوروبي ويلي أخذت اليونان خلال سنة أو سنتين 700 مليون يورو لدعمها في استقبال المهاجرين وعادة توطينهم وهي الأمور شفنا صور عما قريب كانت المي عبتغرق المخيمات يعني للأسف سياسة اليونان حتى لما عبتكون في تحسين سياسة لاجئة الموجودة على أراضية عبتحول هاي المخيمات عبارة عن سجون وسجون أمنية ومراقبة ولا يسمح لهؤلاء المغادرة ولا يسمح لهم بالدخول إضافة أن سياسة من عام 2020 كانت واضحة قالت أنا لن أقبل مهاجرين جدود سيتم تحويلهم ليس إلى المخيمات اللاجئين وإنما إلى سجون مغلقة لإعادة ترحيلهم مرة ثانية قانونيا قانونيا هناك اتفاق يربط الاتحاد الأوروبي مع تركيا يجب أن يتم إعادة هؤلاء الأشخاص بشكل قانوني فبالتالي هم يجب أن يكونوا ضمن هاي الاتفاقية لكن اليونان ومن وراها الاتحاد الأوروبي هو بصدد أنه عدم وصولهم إلى الأراضي وعدم استقبالهم وعدم صرف الأموال عليهم ففورا عبتم ترحيلهم قصريا وبطريقة غير شرعية وتنتهك حقوق الإنسان ليخرجوا برا نطاقها الاتفاقية الموقعة أصلا بين تركيا والاتحاد الأوروبي يعني قانونيا هناك أنا شفت بتركيا يشكروا كمان أنه سيتم رفع دعاوي في الاتحاد الأوروبي في المحكم الأوروبي والمحاكم الدولية لتجري مليونان لشيء اللي صار على الحدود في موضة 11 شخص لكن كل يوم هناك ناس تموت في البحر على شواطئ أنا سوف أعود إليك بعد قليل أستاذ باسم لو تسمح لي بعد قليل سأعود معك حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لكن أريد أن أرجع إليك دكتور سمي الصالحة الأدوات التي يمكن لتركيا أن تستخدمها لثني اليونان عن ارتكاب هذه الانتهاكات والممارسات باعتبارها الدولة التي تشترك معها في هذه الأزمة بشكل مباشر يعني حتى الآن تركيا تتجنب أن تدخل في تصعيد سياسي مباشر مع اليونان في التعامل مع الموضوع يعني حتى الآن أنقرة تتجنب نقل الموضوع إلى المؤسسات الإقليمية والدولية رغم أهمية الموضوع بالنسبة لتركيا لماذا؟ لأن أنقرة تريد من الجانب اليوناني بالتنصيق مع المجموعة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك تحمل مسؤولية مباشرة من الناحية الإنسانية الأخلاقية والقانونية السياسية في تعمل مع الملف حتى الآن لم نرى ترجمة عملية بهذا الاتجاه لا من الجانب اليوناني ولا من الجانب الأوروبي لذلك أنقرة تتريث الآن لكن هذا لا يعني إطلاقا برأيي وكمان أو تابع على ضوء التصريحات والمواقف التي نرصدها جميعا من قبل القيدة السياسية التركية أن أنقرة ستتأخر أو تتردد أكثر من ذلك لأن هذه المسؤولية كما قلنا دائما فيها أشخاص مدنيين أبرياء يموتون بهذه الطريقة المؤسفة جدا ببسط هذه الأجواء والحالة الجوية التي نتابعها جميعا في المناطق الحدودية الآن في نقطة في غاية الأهمية لماذا حتى الآن تتحرك المؤسسات الأوروبية وهذه نقطة استغراب الآن في الداخل التركي طالما أنه أوروبا شريك أساسي لليونان على المؤسسات الأوروبية أن نحرك باتجاه الضغط على أثناء وتحميلها مسؤوليات مثل هذه التصرفات وهذا السلوك وما تفعله الآن في نقطة أهم أيضا برأيي من كل ذلك أن الجانب اليوناني رغم كل ما نره ونتابعه من سلوك وتصرفات يحاول أن يرمي الكرة في الملعب التركي وهذه نقطة مؤسفة للغاية يعني أن نرى كل هذه التقارير والمعطيات ووسائل الإعلام العالمي تتابع التفاصيل وأن تذهب الحكومة في أثناء بإتجاه محاولة توجيه رسالة لأنقرة بأن تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع الجانب الأوروبي وكأن أثناء هي تنفذ مضمون الاتفاقيات وتلتزم بها والمشكلة هي مع الجانب التركي وهذه النقطة أساسية الآن التي برأيي تركز عليها أنقرة وفي ساعة أول أيام القليلة المقبلة ستضع استراتيجية التحرك جديد بشأنها نعم أعود إليك أستاذ الأخضر فرات الأمم المتحدة عبرت عن صدمتها وأسفها الشديد لمصرع المهاجرين هل يمكن أن نشهد حراكا أمميا في اتجاه حل هذه الأزمة؟ أكيد لو تكون هناك دول أخرى تدخل على الخط وتدعم الموقف التركي أكيد أننا سنتوصل إلى تجنيد الدول مهمة جدا في داخل الاتحاد الأوروبي لأن ليست كل الدول الأوروبية لها موقف اليونان الموقف الإجرامي تجاه المهاجرين هناك دول الأوروبية مثل ألمانيا ومثل دول شمال أوروبا ليست لها نفس المواقف وأعتقد قد تلجأ إلى التنديد بما قامت به أنقرة ضد المهاجرين ويمكن أن تتجند من جديد إلى إعادة بلف التنديد بما قامت به أثناء أستاذ الأخضر نعم 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 قد نجد أن هناك دول قد تندد بما قامت به أثناء لأن في داخل الاتحاد الأوروبي هناك دول تحافظ لا تقبل بالانتهكات الإنسانية وشاهدناها في عدة ظروف وفي عدة أزمات ويمكن أن تعيد طرح قضية المقاربة الأوروبية لإزمة المهاجرين على الطاولة وإيجاد حلول جديدة والبحث عن طريقة معالجة جديدة وربما أيضا إعطاء الفرصة أيضا للمهاجرين بأن يتقدموا بشكاوى ضد دولة اليونان هذه النقطة المتعلقة بالشكاوى لو تسمح لي أن قلها إلى ضيفي من باريس الأستاذ باسم سالم ما الإجراءات والوسائل الأستاذ باسم التي يمكن أن تمكن طالبي اللجوء أو ذوي الضحايا أن المطالبة بحقوقهم أو التعويض عن الضرر الذي لحق بهم باختصار لو سمحت سيدي نحن ما فينا نقول أن المهاجر أو اللاجئ أو ضحاياهم أو عائلاتهم هي عندها نقدر لا ترفع دعاوة في المحاكم الأوروبية أو غيرها من المحاكم يجب على تركيا مثلا أن تدعم هؤلاء الموجودين على الأراضي أو أهاليهم برفع هذه الدعوة بتحريكها لأن هناك اتفائية مسبقة بين اليونان وبين تركيا بهذا الموضوع يعني نحن في عنا الاتفائية نحكي فيها بشكل قانوني في عنا طرف ملتزم كون أنه لم يعد تدفق الآلاف من تركيا وإنما هم بالعشرات وطرف غير ملتزم وهو اليونان الذي يرحل قصريا عشرات الأشخاص ويتركم في جزيرة في وسط نهر بين تركيا وبين اليونان وعدم إنقاذ هؤلاء الأشخاص فهو يرتكب أمام العالم أجمع مخالفات إنسانية ضد الإنسانية جميعا وأمام الأعين الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي قادر على ردع اليونان كما كان قادرا على ردع هنجاريا لأنه هنجاريا في مرحلة من المراحل بنعت من التصويت كعضو في الاتحاد الأوروبي وحرمت من بعض المساعدات بسبب سياستها ضد الهجرة لأنه منعرف هنجاريا قالت أنه أنا لن أستقبل مسلمين كلاجئين وإنما سأستقبل مسيحيين وهذا مخالف لكل معارف والأعراف الدولية فباستطاعة الاتحاد الأوروبي اليوم أن يفرض عقوبات على اليونان لكن من سيفرض هذه العقوبات كون هناك الآلاف من الخزانات البشرية باستطاعة اليونان أن تقول طيب أوكي أنا ما أتحمل هذه المسؤولية سأفتح كمان الحدود للاتحاد الأوروبي وخليهم يروحوا لدول الشمال مثل ألمانيا وغيرا من الدول يعني أدول الشمال مثل سويد وألمانيا وفرنسا هي دول مسؤولي أيضا هناك دائما اتفاقيات لمنع هؤلاء للوصول إلى تلك الدول يعني المسؤولية لا تتحمل اليونان فقط أما يتحمل كل دول الاتحاد الأوروبي كل دول الاتحاد الأوروبي هذه الفكرة أصبحت واضحة وأشكرك جزيل الشكر من باريس باسم سالم المحامي أهلا وسلم المسؤولي القانوني في قضايا الهجرة واللجوء وأشكر ضيفي من بروكسل أخضر فراط الكاتب والبحث في شؤون الأوروبية وهنا في أرستوديو الدكتور سمير صالحة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا لكم جميعا على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدين الكرام حسن المتابعة إلى اللقاء